ما نستدان في معصية واستمر على العسيان وأخذ الأموال من بادي الأمر ليحتال على الناس كل واحد يجيب لها سطور يا زي ما يقولوا وحكاية وحن عندنا ربح واني عندي شركة وكذب كلها واندي شركة ووزعنا أرباح في العام الماضي وكذا وكذا يغري الناس بأخذ أموالهم مما استدانة ولا مشاركة ولا بيصة مصورة كلها كذب هذا من أحد أموال الناس لا يريدوا أداءها وأنهم يريدوا أن يأكلها كما يفعل صاحب هذا المثال يريدوا إتلافها قال يريدوا إتلاف أموال الناس قال أتلفه الله معنى أتلفه الله معنى أتلف ماله للشركة يمديرها ولا الشغل ولا مكتب الصرافة ليكذب على الناس به كثير من الناس الآن فيها فحوتهم مكاتب الصرافة وصحته أموال الناس بالكذب هذا بسطوريات هذه حلي وزعنا أرباح كذا كل واحد يأخذ مننا مئة ألف يعطي منها عشاف 120 في 100 لواحد آخر دافع أمواله ويتوحوح ونادم يعطيه بعض الحاجة بش يصبره وبعدين هذا اللي يعطيه في المرة الثانية حتى هو يحس بالتليع أو يتليع يأخذوا الواحد الثاني ويأخذونه 100 ألف يعطوه منهم 20 و30 بش يصبر وهكذا من واحد حتى فيه لوسط ديونة ملا شيء فاتح يسمي نفسه ومكتب الصرافة 20 مليون و25 و30 مليون ديون هذا من الأول متحايل لكن لو افترضنا أن شخص وقع منه مثل هذا الأمر أخذ مال من غير وجه حق إما وخده برشوة إما وخده بتحايل على الناس إما كذا وفي الأول قد يقول لا يريد الأدى يريد يأخذ أكثر مبلغ يتحص عليه ويضحك على عباد الله لكن بعدين استيقظ ضميره استيقظ ضميره وندم ندما شديدا وتاب والآن عاجز لأن الديون عليه كثيرا ويتمنى أن الله عز وجل يرزقه لو يرزقه يعني يودي هذا الدين وهو يعني في وضع نفسيته غاية في الندم والتعب والمشقة ومش قادر كيف يفعل كيف يعمل في التبعات هذه والدين يعني كما ذكرنا أن صاحبه يعني يغفر حتى الشهيد يغفر له كل شيء للدين مثل هذا الذي أخذ في الدول يريد أن يفرط ولا يريد أن يرد هو الذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد الأداء أتلفه الله هذا أقول إذا كان هو تاب توبة حقيقية وإن كان في اللول لم يتوفر فيه الشرط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ويريد الأداء أدى الله عليه لكن الله سبحانه وتعالى غفور الرحيم رؤوف بإباده حتى لو كان الإنسان في اللول انخدع بالدنيا لكنه بعد ذلك تاب توبة النصوحة وعزم على الأداء وقتر على نفسه وانصرف عن يعني التساهلات في الصرف الأموال وشد على بطنه وكل ما يحصل جرش يديه لأصحابه وهو يدعو الله أن يوسل له الخلاص ونادم متعب فهذا يرجى أن يدخل في من أخذ أموال الناس يريد أداءها فالله يؤدي عليه فيرجى له الصفح والمغفرة بأن يفتح الله له أبواب رحمته ويسل له الرزق وإذا لم يتمكن من ذلك فعفو الله أولى به لأنه تاب ورجع وأناب إلى الله فالموضوع لابد لصاحب الدين أن يعرف خطورته وإذا كان هو تورط وفرط في الماضي عليه أن يعترف بذنبه ويسجد الله عابدا مطيعا نادما بالليل والنهار يدعوه أن يوسله أمره بحيث يدخل في من ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ممن أخذ موال الناس يريد أداءه ترجمة نانسي قنقر